أو على مدار حلقة اليوم البداية دايماً بتكون بالعلمين نشوف في تريند الأهلي الخطيب يشكر مؤسسات الدولة بعد نجاح تنظيم نهاية أفريقيا والفريق يختتم استعداداته غداً لمواجهة الاتحاد في كأس مصر أما في التريند العالمي تكريم خاص من نابولي لمارادونا طيب أنا عايز أبتدي مع حضراتكم ببيان مهم جداً جداً من النادي الأهلي صدر صباح اليوم أو ظهر اليوم تحديداً وعلى لسان رئيسه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والبيان أنا مقسمه لحضراتكم في خمس نقاط وهتكلم عنه بالتفاصيل وحنعرضه لحضراتكم دلوقتي على الشاشة لأنه بيان غاية في الأهمية وبيان يدل على قيمة وعظمة النادي الأهلي في كل الأحوال فبالتالي الكابتن محمود الخطيب هو البيان تحت عنوان الكابتن محمود الخطيب يشكر فخامة الرئيس ومؤسسات الدولة ويؤكد أن علاقة الكيانات الرياضية أهم من أي طولة في البداية الكابتن محمود الخطيب وجه التحية والشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة التي تحملت مسؤولياتها كالعادة بل وفوق طاقتها كمان ودي حقيقة بصراحة من أجل إقامة المبراءة النهائية لدوري الأبطال في مصر وأن تخرج هذه المبراءة بالشكل الذي يعكس الصورة الحضرية للبلاد بالرغم من الضغوط التي أحاطت بها لفترة ليست بالقصيرة ووجه رئيس الأهلي التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة الذين يتحملون العيب الأكبر في كافة المناسبات من أجل أمن وأمان كل المصريين وهو ما جرى في جميع البطلات التي أقمت على الأراضي المصرية خلال الفترة الماضية كمان الكابتن محمود الخطيب في الحقيقة وجه التحية وخاص بالتحية فريقي الأهلي والزمالك اللذين بذل جهدا كبيرا منذ انطلاق المسابقة حتى وصولا للمبراءة النهائية وفي الحقيقة طبعا في رئيتين عاملوا مجهود عظيم وشرفوا الكرة المصرية والرياضة المصرية بطريقة مميزة جدا ومن خلال وصولهم للمبراءة النهائية لتضمن مصر كأس البطولة أين كان الفريق الفائز وهو شيء يحسب بالإيجاب للناديين الكبيرين ده أمر مؤكد كمان الكابتن محمود الخطيب رفض بشكل قاطع وأشار إلى ضرورة الدعم المستمر لكل أواصر الود والاحترام المتبادل بين عناصر المنظومة الرياضية ده أمر ضروري جدا يعني نوه ليه الكابتن محمود الخطيب معلنا بقى عن رفض القاطع للإساءة لأي من هذه العناصر سواء كان لعبا أو مدربا أو مسؤولا أيا كان موقعه خاصة أن الرياضة وسيلة للتقارب والتسامح وليس للتباعد لأن الفوز ببطولة أو خسارة أخرى لا تعني نهاية العالم وده أمر حقيقي ولابد أن تكون الروح الرياضية هي اللغة السائدة بين الجميع وطالب رئيس الأهل كل الجماهير وده رسالة من كابتن محمود الخطيب لجمهور الرياضة المصرية والقرى المصرية بشكل عام الرسالة كانت للجماهير بمختلف انتماءاتها وهي طي صفحة أي إساءات سابقة صدرت من البعض ويجب أن نسمو فوقها وبلدنا تحتاج إلى التكاتف والوقوف خلف قياداتها للنهوض بها وتحقيق كل الطموحات بل ولابد أن نحرص على أن تبقى العلاقة بين الكيانات الرياضية ثابتة وراسخة والكلام على لسان رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب وبيفسر كده بإيه؟ لأن أكبر من نتيجة مباراة لأن العلاقات الرسخة والثابتة والعلاقات بين الكيانات الرياضية أكبر من نتيجة مباراة أو الفوز بأي بطولة وفي ختم بيان النادي الأهلي اللي كان على لسان الكابتن محمود الخطيب وجه التهنئة لأعضاء وجمهير النادي الأهلي مؤكداً على تقديره الخالص لدعمهم ومسنادتهم للنادي طوال الفترات الماضية بيان غاية في الأهمية ومحترم جداً من النادي الأهلي عن طريق رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب ولما تيجي تقرأ البيان كده تعرف قيمة النادي الأهلي وعظمته في الحقيقة وفي أندية كبيرة جداً في مصر لهم كل التأدير والاحترام في كل الأحوال طيب مستمر في الكلام والاحتفال بطولة دوري أبطال أفريكا وبالتحديد مبارح كان فيه حفلة عشاء يعني أقام ومجلس إدارة النادي الأهلي للجهاز الفني واللعابين وكنا متوجدين هناك في الحفلة دي وكابتن محمود الخطيب الرجل بصراحة عليه ضغوط كبيرة جداً كانت وهو ومجلس إدارته وكلهم عملوا جهد مطلوب منهم وعملوا على أكمل وجه وقدروا أنهم يواجهوا كل العقبات اللي بتقابلهم حتى الوصول للمباراة نهائية بل وتحقيق اللقب كمان بشكل مميز وده كان أمر مهم لكن الكابتن محمود الخطيب اتكلم مبارح في كلمة تحديدة